اليوم عندنا وحد المستجد المواجهة الشريسة بين الصحفي حميد المهداوي ووزير عدل عبدالطيف وهبي المحكمة أدانت صحفي حميد المهداوي بسنة ونصف حبسا نافدا وتعويض مدني قدره 150 مليون سنتين لصالح وزير عدل عبدالطيف وهبي صحفي حميد المهداوي توبع بالفصل 427 من القانون الجنائي ولم يتابع بقانون الصحافة والنشر سمعت الخبار صفحتي السيطة صعدون كنتم تبعتنا عن قرب لأنه ماشي مواجهة شريسة بعد الاسم هذا من قولوش هي المواجهة بين العمل الصحفي فيها ثلاثة فيها المواجهة بين العمل الصحفي لأنه لأنه سي المهداوي لسان كل الصحفيين الذين لا ينبطحون وما كيستغلوش لمهنة ديالهم لبلوغ دنيا يصيبوناها أنا اللي كنعرف عليه هو واحد الأمور هذه لسان كل الصحفيين كتعرف الصحفيين القاسمون إلى أقسام منهم صامتون أعمال يظهرون بين الفيناتين والأخرى واحد شوية محتشم ومن بينهم مع الأسف بعد الصحفي الذين يتخذون مسارات قد لا تظهرهم بأنهم يقولون حقائق تنفع وتصيب أكثر مما تسيء وصحفيين يعملون بجد وعندهم علاقات يحصلون على وطائق تفيد هذا البلد وخصوصا الوطائق التي تدين بالفساد أو بالسير الغير العادي للسياسيين وخصوصا الحكومة كشكل كشخص ماشي فيزيك ولكن مغال لأن الحكومة شخص معناوي وخص نحن كمواطنين اللي متبعين جميع أطياف الصحافة لأن المغاربة وخصوصا واحد السن رأي يتبعون جميع أطياف الصحافة كما كانت وخصهم الرد ماشي الصمت يؤسف أننا أصبحنا ندفعوا ببعض الصحفيين دفعا نحو ما يسمونهم مواجهة وكتنحاني إلى منحانة الشخصانة من بعض الأطراف هنا حميد المهداوي من اللي كيخرج أنا برأسي قنسنا ما يفيد من اللي كي بدي تكلم على شي حاجة وليش حاجة إما كيتتصل أو كيجيب وطائق ومبلا ما نشوفوا إحنا ديك الوطائق حتى من اللي تيخرج رأي ناس خرين اللي تقاسوا أو غيستافدوا من عدم وجود الوطائق رأي حاضينوا وبالتالي هذيك الوطائق من اللي تيقولها على الهواء رأي مسألة مفرغوا منها رأي بحتها وعنده تاو مستشارين دياله وعنده ناس كي يبحثوا معاه وخرجها لهذا إحنا عدنا حق الرد هو دائما يقول وبالدلائل التي يضعها أمامه كي يطلب حق الرد من جميع السياسيين إحنا مشي دولة بوحدنا في العالم اللي كانت تخذه بعد القرارات الصائبة وبعد القرارات الغير الصائبة بجوج القرارات الغير الصائبة نشوفها الجيران تدوي ترعف عندهم الصحافة من وطيحة صحافية الأغلبية ديالهم دي لاغبة والدول التي لك تحشم على عارضها أحدنا جاران شوفها الجيران هاسبانيا هاسيليقال دي غي يقولك لا اسبانيا هاسيليقال مسياسين ويحترمون أنفسهم ويحترمون الصحافة وخام معيهم ما يطلعوا وينزلوا معاهم باش ينوضوا حرب أهلية ولا شي حاجة لا ما يمكنش كين تاخبوا على الرؤساء هما الرئيس بكل رياحية والداليل على أن عبد الله يواد سمح لي لك قلت تقدم مثال عبد الله يواد كان بغي ذاك يفرش لولده باش يدير الرئاسة السميته الوراثية ونضغ لي نضغ لي الناس دي السينيقال وكانوا مؤترين في القرارات آه يؤترون لأن الشاب وعنده صحافة دياله هاد الشاب مش كونت الصحافة كلها را كدوا باللسان دياله كدوا بأطياف المواطنين ديال داك البلد وهما غاديين الرئيس نجح باقي صغير ما كان تعطيرها شي كيفاش كترون الأمور وما كان هايردق احنا مع الآسب ما كان ندخلوش للصحافة الدولية كان قراءه هادا خصة السينيقال را عاتي الصحافيين عندهم وكيرد كان الرد المكتوب اللي كيجي من المسؤولين من اللي كيدويه على مؤسسة ولا كيدويه على وزارة ووزارة كتجاوب احنا لا احنا مع الآسب كان ناخدو الأمور شخصية وكانشوفوش حويجات اللي لا مجالة لديكريها واصدقنا في بعض النرفازة وبعض تميتو على الهواء وهذا الشي احنا بعاد عليه واللي كيت نرفازة احنا را كان ناخدو منه واحد لا ديستانس كما كان نوعه اللي ما عجبوش يكون سياسي يعطي السياسة التسع اللي ما عجبوش يتلقى الانتقادات يعطي السياسة التسع انا كنت قلت لك في برنامج السابق اللي يلبس الجبة دير السياسي اذا را قبل را طلع القاعة اشتح سياسة واللي بغي اشتح معها السياسة يلبسها هو الجبة ما عجبوش يحيدها ويبعد التسع ما يبقاش الانسان يستغل الوضع السياسي دياله والمنصب السياسي دياله في ذاك الموقع وراكين التأثير هو صحفي انت يدروا على التأثير على التأثير وهذا وراكين بين السطور ونروض الإدارة وكان عرف راش كل شي كان عرف كل شي ايا القانون كين تأثير على القضاء ماشي تأثير على القضاء كين شوية ديال ديال اللقاءات وهذا وهذا ولكن نأسف ان ان المعطيات اللي تحطت قدام الكتاب اللي تحط في الميستارة وتحطت قدام القضاء وانا كان طيق في القضاء وكذلك ضباط الشرطة القضائية القضاء راح كنت بهذه المسألة وما زال ما راح القضاء التقاضي مهم مراحل التقاضي راكاير هذا باكاير السناف وما زال كاساسي هذا مشيحكم نهائي وداروا هاد 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 دعوه هاد متابعة احنا غادي لانتخابات را ما قبقى لينوالوا الانتخابات شون هدف شونه زعماء اي واحد تكلم شوفوا الصحافة كديرة في المريكان وعلى برا وعلى هادي وعلى هادي شوفوا الناس الشعب المواطن على برا شكيدير مع السياسيين راك يضربوه بقاطوه حلوه راكش تيهم وكيديرو ليه ويلو بالعكس كي عيط ليه وتيقولو شنو هادا ويشرح ليه هادا ربما يكون تهوتها بعد ديك الصحافة اللي سوقها خاوي ولا شي حاجة ولا شي كين وديل طروطوار والصحافة هادا يكون عقله شوية كي عيط ليه ويستقبلو وكيسمح ليه بيصد الرحب وكيتلقى واحد الرسالة واحد الميساج من عد المواطنين كبير وكبير بزار حميد المهداوي هو صحفي معروف على الصعيد الوطني وبإمكانه اللي يكون وطنيا أنا واحد السيد تلقى معايا قالي يا واسي المهداوي معروف وهدي وهدي وراد كي هدروا تيقول عاشا المالك قلت لي الله ماشي أي واحد قال عاشا المالك راه مع الملاكية وعطيت المثال اللي كان يقول دائما كي يقوله ماشي غا عاشا المالك عايشين معاو كي يبوسوا له لي الدين دياله تيبقان ديال مملكة المغربية وكانوا بغي يطيحو به الطيارة هادوك مكانوش كيقوله عاشا لكتار من عاشا المالك راه كي صبح لي باللاي برك بعمران سيدي وكي بات اللي برك فعمران سيدي وفي الخرب ويطيحوا به الطيارة راكينا في آنفا يعني هذا ماشي معيار ماشي معيار أنا كنوصي السلمهداوي الوطنية ديالك تتحد في حاجة أنك ما غادرتش لبلاد وبقيتك تناضل وتدق عليك ونتقلس في المغري بدأ رسالة كنوجهها لي ماشي غير أكل مرة لهذاك يفرضوا عليه الملكية كنا في القلب الملكية دي كنا هنا الملكية كنا في الاستراتيجية دي للمغريب المغريب كنشوفه بدون ملكية كيفاش غيكون هاد المغريب ماشي في الليسان ماشي ياه في الليسان الليسان رأينا بغينا نكتروا أنا را خدمت في هاد شي رأت كنت بوي تريب لي بالراكب تبقى لي القانون كيدير تصور هذا ويقول لك عاشة المالك ماشنو المالك قالك وله واحد سكران رأي كنت قلت هالك واحد سكران كيجي وليه الشرطة تيب ديقوله معاشة المالك مالك قالك دير الفوضى طيب بالعكس كتطيح بالملكية في الطريق واخر هدى هدى المتابعة دي الصحفي حميد المداوي تعتبر سابقة في تاريخ المدينة هدى اول مشكل هدى اول مشكل احنا رأى كبار في السين وكان شوه بانها سابقة مع مرة كانت اشتي في الايام السابقة واللي كانت وهذا وكانت تحت اشتراكي دي كساعة المجلة دي المحرير وكان هادي وكان هدى وانا رأى كالقرار محرير والله يرحم السيد اللي كان قطرنا ما كانش هدى شي هدى كانت المتابعة بواحد طريقة شكون هو هذا يساري هذا من الحركات الى الامام بواحد طريقة اللي سرية جدا وكيشوف الناس ليفات الخطوط الحمراء قاس في الخطوط الحمراء راكي يمشي يعيطوا لي يتعاملوا معاه او يتصنطوا له او 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 ولكن ما كيقتلوا ما كيعدموش وما كيقتلوش وشفنا العالم اللي كان وشفنا كل شي دا كشمت بعينو ولكن السابقة اللي كانشوفو احنا يدابا ولينا كانشوفو الصحفين بحلاك ذاك وان شاء الله المجلس ان شاء الله الصاهرين على القضاء ان شاء الله الاساتي ذلكيرام والدكاتيرا را قد يعرفوا بالله الامور ساهل باش تحل ويبقى اسميته علان في دار فولان اشنو كيدفعوا اسمح لي باش ندالينا الام وضح خلو ارى ارى ان الصحفيين اللي كيتعرضوا للضغط وعندهم قلة الصبر كيخرجوا كيمشيوا لدولة اخرى وكتحتادنهم نهار وولو دي لاغبة نهار فرانسا دارت معانا المشكيل او سبانيا دارت معانا المشكيل خرجوهم لينا كل شي بدا يضرب كل شي بدا يخبط كل شي كيمشي لجيت البرير كل شي هادي وكل شي كيمشي لهذا بحال وقت قل لي اشوف هذا على البرير قلت لي را كيعرفوا فيني قلبوا وبالتالي انا نديهم البريري دي الفرانسا ويشوفوا هادو كلي الصون زبري هادو كيطلبوا ديبا مع البريري درولة خمسين في الساعة ولمعات ستين كيجوا كيطلبوا تم كل عام را الدنيا بالعشوائي وما يتحكوش اي نحنا وهو ما كيصوروا الملاير كان بيعول يوم باطو دي الفوسفات وكيبيعولينا لا في اسبانيا لا في اوروبا كلها يعني كل شي مضروب ولكن احنا هاد شي ما كيقولش بانا خصنا الحارب والفقر وخصنا 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 رجعوا الفلوس الشعب الى الشعب بس سياسيين رزادوا فيه شي كتسالوا الفلوس شي كتسالوا الملاير شي كتسالوا الهذا شي بذلك شي مواثق وبالتالي ما يدفعوش بسياسيين اخرين المضحك هو ممكن ان يكونوا سياسيين موندا عندهم نقص في الانتليجنس من سياسين آخرين وكيدفعوا بالسياسين بعضياتهم الحافة الحافة البيت النار لا يكون ساموح يكون الإنسان ساموح أنا أعطيكم مثلا قضية روسيا قضية أزوفستال أزوفستال كانوا فيها قمة المحاربين ضد روسيا كان الرئيس ديالهم وكل شيء اللي بقوا تحت الارض في ذاك المعمل فين كان الإبن ديالي بوتين طلقهم كاملين وتصور دخلت تركيا وهذا وهذا وطلقهم عارتي هذا الشيء يبقى يهضر أول ما ما يرجعش يتقاتلها واحدة ثانيا رغض يبقى يهضر على روسيا نفس الشيء بني سبلي نحن واحد دخلوا حد ليه ميديا قدشناهما وادي 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 وكنت أنا داخل مع السلطات الروسية اللي كانت تحلل ليه جميع الأبواب فاتح ليه جميع الأبواب كأب ورشت يا شوقع لذلك السماح العافو عند المقديرة كي كبر بنادي بزاف ده بالمغاربة كل هم ساقوا الخبار لهذا المسألة بغض النظر كيفاش كيشوفوا حميد المهداوي ولكن كيشوفوا السياسي أي واحد كان هضر معاك ما كان نيفو ديالو أنتلكتويل كيبقوا يهضروا ولا شي حاجة كلكولنا في تريفون ولا في القهوة تيقول لك شوف أجدال هذا الراجل هذا تيقول لك احنا ضدوا لأنه عنده فكريا صاري ولا حد الناس باقم غلطينها تيقول لك هذاك مشبوه كل واحد وشنو تيقول لا المشبوهره ما غيبقاش معاك المشبوهره غادي خرج ويدرب ضرب زبالة ديال الفلوس ويبدأ يبيع الضامير ديالو يبيعو السيس عدون أنا اللي متعارف عليه هو أن الوزارة إلا بغاول إذن دي التقادي كي ياخدوه من رئيس الحكومة واش كان من الأجرى أن رئيس الحكومة ما كانش يعقل سيد الوزير الأوكي باش أنه يتابع حي رئيس محمد ما يقدش يرفض طالب هلاش غد رفض الطالب هلاش غير رفض وزير الطالب من رئيس الحكومة غير بحل كي يخبره ماشي كي يشوف ماشي كي يطلب الأوكي ماشي كي يطلب الأوكي كي يخبره لا بدام الإخبار ديالسيد رئيس الحكومة وبالتالي رئيس الحكومة براسه كان عدي يقول السيد الوزير سحب الشكاية من لا يقول له عفو عيد المقديرة ديروا درس غيره سيدي ما كيعرف شكته ما كتقوله ما عطاش نوعه كي خربك واديروا كي خربك ولكن احنا كمواطنين بغينا نجاوب على الوطائق كلها ماشي ديك الوطائق ربما وقع فيها شي حاجة ما سيق باش تقبرو جدك شي ولا شي واحد الحاجة تقبرو جد وأنا ما سيقش خبار سيقق له لا وسيقق هذه هذه هل القانون مليكة القانون لما كتيش متبع مع الأمال العامل الحكومة ومتبعه متبعه متبعه ما تعرفش الحاجة اللي تحيدت الحاجة اللي باقية والتعديلات والتعديلات كنت تشوف القديم وكنت نسى التعديلات كنت نسى التعديلات وبتالي كي نبحت مضنين بشي شي ولكن الأغلبية الوطن احنا كنقولولي كترحكم الكل را ماشي واثقة ولا جوج هي لغة تخسر لنا كل شي اللي كنعرفوه ماشي واثقة لجوج اللي يلي كتخلينا ما نعرفوش بزر تحويش من المال العام اللي كيمشي لنا احنا كمقاتلين را تنقول تنقول هادي المسائل هادي ما تمشي لنا احنا كيفاش المورال ديال هادي الشخص اللي كيشوف فلوسه وكتمشي وبويتي يتقاتل عليك تتجمع الفلوس وانا نضرب عليك انا العدق را الشابة بتبدي رمقيناش بحالنا احنا اللوولين احنا ما تهمناش ذاك الطرف ولكن الشاب من اللي كيدخل كيكبر كيولي يميغ كيولي كيفكر تفكير اخر المهم خليولينا الصحافة ديالنا اللي يجازيكم بخير اللي كتناقش كيف ما كان نوعها والتحاكم بقانون الصحافة دا نداء لا 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 الاساسي دا الكرام ديال العدل والقضاء راه مستقل تطبيق استقلالية القضاء وكذلك المتابعة بالقواني المتعلقة بكل واحد قانون الصحافة يتابعوا زيما ما تكونش واحد النوع من المحابات لوازين العدل بسيفته وازين لا 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 من طرف مؤسسة قضاء اشكر هذا لغاية سيد نكون بحل مغاربة غادي تصيد الاستاذ عبد النباوي غادي تصيد الاستاذ الحسن الداكي شغل يدي منه ورسام بوست بوليتيك قد يمشي في حاله رسامها ديال هذك الشخص ديال هذك الاستاذ ديال هذك المنصب القضائي ديال هذك المنصب ديال القضاء اللي مستقل اللي هي اللي غا تقاس وبالتالي لنهار يخرج لما يلقى توعد يقلس معاه في القهوة انا ونكون نعرف بأن واحد كيمدغ على واحد الجيهة ديال واحد الصعافي ليس له إلا القلم دياله واللسان دياله الذي ما كيقول شي حاجة اللي كاتمس بالآخرين دائما وكيحتارم تيقول السيد فلان سيد فلان وكيصوني وادا 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 هذ الحالة هذي غير سبيسيمان تاخد السيد وزير العدل العناء العناء وكنشكروه على هذه المسألة باش هو اللي حطوه في فوهة فوهة الميدفع وبالتالي السياسي الآخرين ياخدوا العبرة ياخدوا العبرة وما تكونش شخصانة آرا الشخصانة را كارتة عظمى ما تكونش شخصانة ما نقحمش واحد الحاجة بعيدة من المناقشة السياسية ومن طلب دي الأجوبة من السياسيين ندخلها لعائلتي وندخلها لها دي وندخلها لعبرة وخاءت تعليق السيد طه سعدون للمسألة دي المتابعة بالفصل 447 من القانون الجنائي ولم يتابع بقانون الصحافة والنشر المحكامة ما رأى تقدرت تقدرت بدل الأمور للاختصاص ماذا محكامة عندها ما يفيد أنها فعلت عندك إحساس؟ المادة 447 الإحساس وماذا الوطائق اللي أنا براسمه بغاش تفهم لي اللي تقول العكس ديالها أو الأجوبة ديالك إن في وطائق خارك إن في ما بعد باش باش وقع هذا الحكم باش وقع هذا الحكم بغينا بغينا لنس تفهم لنا بغينا شيء إصدار مثلا نحتمل رأى هذا سيد وزير رأى كان يديه بيان حقيقة رأى خاصة تكون احتمل الحكومة الناطق رسمي ويخرج لأن هذا وزير يدير شكاية وبالتالي يكون بيان حقيقة يكون بيان نعرفه علاش هاد الإدانة كانت احنا نعرفه تانية ما نعرفه ش الملف بكامله واسرار الملف وبالتالي يقصنا نعرفه عندنا الحق أننا نعرفه هذا الشيء وكنتمنوا أن الصحفيين كلهم المتضامنين مع الصحافة الحرة أنهم تحتهم يخرجوا يشرحوا لينا ويشرحوا لينا بكفاية وهذا ما ننتظره هذه من جهة من جهة أخرى تضامون دبا مع الصحفيين رخصه لازم يكون لازم يكون حتى من حتى من الناس المسؤولين على الجسم الصحفي سيتخرجوا بيانات نعرفه لاشنو كين ما نخليش الناس اللي هما مقيوسين بالمتابعة هما لي يجاوبون كانوا الأجداء أن المجلس الوطني للصحفي يتفاعل وطماتيك مو هذي لاش نتاخبوا الكتابة دي لاش نتاخبوها باش تخرج في هاد الشي أنا تنشوف والسي المهداوي ولقع الصحفي المحترمين ولقع ولقع المطا الاسميتون المحبين لهذا الوطن والفاضحين للفساد كيفما كانوا جمعيات أو جماعات أو هذا شوية يبقوا يحتارمونا لأنهم اللي يتكلموه مع الفاساد ركي تكلموه بسمية نحنا حنا ما غادي نعرفوش وما عندناش الوطائق وما عندناش هادي وهادي وهادي وملتاز مين الصمت لأنه ما عندناش باش نخرج بهذا متافقين المؤسسات رأى محترمة في المغرب رأى ما كيش اللي ما كيحترم المؤسسات لا كانت شي حاجة تكون ضد الأشخاص لا كانت شي حاجة تقول هذا كين بزاف ديال الحويج دائما تنقول إلا كانت شك بشي شخص أو بشي سياسي أو بشي حاجة رأى الدولة خصها تفعل خصها ما شي يمكن خصها تفعل البحث الميداني ديال دوك الأشخاص شنو اللي خرج لنا المشاكل اللي وقعت ديال ديال السياسة آآ آآ اسميتو آآ الآخر الدعم السياسي من أشخاص دابا يوجدون تحت القضاء في شوحات على ديمة القضاء بالسجون علاش صمت علاش طلعتهم البحث البحث الميدانية السلطات والأجهزة الأمنية رخ دائما كانت كتبحت كانت كتبحت على دوك الناس وكانت تباع وخدت ما صار دولي وخدت وخدت فالي سيرفيز دورونسين ديال المغرب في الخارج وجمعوا المعلومات راه ماشي ساهل راه ممكن تمشي واحد ربع سنين ونتا كتقلب الناس راه ساهل التي تسحبوا بنها دم راه كين ما كنقول فكرون هاي يمشي حط لي يدو ويهزو راه كين تلاعوب كين بعض المرات كتبغي تدير واحد الميلف وكتشوفهم اللي غيمشي القادة غاي خرج ليك خاوي كين بزر تلحويج من اللي أمره الميلف فرا شتياش وقع وقع زلزال وهدم حمود كما أشكر سيوبي الأستاذ وابي بأنه قدم استقاله هذا مزي يقدم استقاله وقع اللي وقعه وقدم استقاله وأضرب حداته راه حادات اسمته تقدومي حادات عصري معمره كان تقريبا في المغرب الناس اللي قدموا استقالاتهم عياه ولا شي حاجة ولا هادي ولا هادي بحل بحل عباس الفاسي بحل بحل هادو قدموا استقالاتهم عياه وصحافي بغاو يرتاحه متافقين بن كيران براسو قدموا بغا ما شي بها الطريقة وقع زلزال وقال ليهم هادي زلزال من اللي أولا فيها أنا نقدم استقالات هادي محمود عليها هادي الصحافة كين الصحافة بززاب كتشكروا عليها ولكن ما واحد عنده الولاد واب ومسؤول ومعروف ووزير وسياسي واذا باش نمشي ولهات الشي ديال والتعليق ديالك استسعدون على الحكم ما شي كان قاسي وخمشي حكم نهائي حكم تي دائرة كيكون بحالها كده في فقالة بالأحيان سنة ونصف على حساب ولكن لا على حساب المواطعيات اللي كينوا في الملف وعلى حساب التأثير ديال ما يوجده في الملف بالنسبة النيابة العامة وبنسبة القضاء تهمتي هما كيشوفوا بأنها هادي دارت واحد تأثير على مستوى الوطني وممكن هادي وممكن هادي ممكن ولكن الحمد لله مراحل التقى دي أنا متفائل بززاف ان شاء الله في المراحل الجيء ديالتقى دي متفائل ومتفائل بزاف خصوصا بعدها تضامن الصحفيين تضامن الصحفيين واللي غادي بالدل ما شي غي تأثر على القضاء ولكن غايدفع ربما السياسيين أنهم يكونوا عفوين أكثر من مواجهين لهذا النوع من الصحافة وده بارا احنا رأى أنا بحلا المغاربة المغاربة دابوا وانا منهم تنقولوا انت خابة قريبة وأي واحد كيقول بالفاساد وكيفضح الفاساد وكيدوي بها الطريقة خاصهم يسكتوا دابوا يكموه ويدربوه بعشرات المليار متعفقين ديال السنتيم ديال مئة ألف درهم مئة مليون درهم لا نكون نكون العفو عند المقديرة تعلمناه الحمد لله أنا أتنقول لك من هذا الشي لأنه تعلمناه حم وعدك يجيه يجمع لك ويدربوك وكل شيء وكاتسمح فتسمح لنا تعلمناه العفو عند المقديرة كتشوف داكسيد من بعد ولاد وغيتشتو عائلة وغيتشتات اسميتو ثلاث سنوات اللي كان دار على الدبابة ما الدبابة وإحنا عارفين الدبابة ما ممكنش دخلها كيفاش كتدخل المغرب وكيفاش كتدخل وواش كتدخل مفصلة فانت دبابة ما الدبابة قودية ما قودية في الأمر نظر اللي في التعرض ودوزت السنين ومراتهم كرفصة معاها وعود تاني شفت ديك الخرجة ديالها والواليد ديالها لا غير باش نشوفنا الواليد ديالها والزوجة دياله والوليدات دياله العفو عند المقديرة ونكون كبير أنا ما نوصيش هو راه كبير راه اسمته السيد ووزير من اللي كان كيمشي من اللي كيمشي للجلسات راه كي يجدبع في القضاء في الجلسات في القضاء راه كي يجدب راه كبير راه كل شي كي يسمط الدبانة كي تسمعها كي تزنزن في البرد إلا كان هو كيدوي لأن الناس كتتصنت للمرافعة دياله هو عدد من من الصحفيين الكبار كنتيني لذلك هو كبير أحسن حاجة يبقى كبير لأن البوست بوليتيك كيبقى دائما واحد البوست ملاغدة غد يدخل وسط المجتمع وغد يكون مع المجتمع وغد يكون ندا بند أحب أمكاريه مع المجتمع وبالتالي ما كيللاش يتمزيز بطنو بيلتو واحد يقول ليه واحد يلوح ليه أشغل يدير ليهم هو غد ينزل وغد يمشي يقاضي واحد لابس عشرين درهم عنده علسان وكي يضربه مرة مرة نعم تشوفوا القدام شوية تشوفوا القدام تشوفوا بعد المملكة أنها تمشي القدام في حال تمت هذه الإدانة لقد دار الله ستبقى وصمة عار على جبه هي وصمة عار وكين جلالة المالك شنو المشكية كين جلالة المالك عشنو عاز عماد شراع كين 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 رام ليك تتصل واحد واحد الحاجة اللي اللي جلالة ما يقدخل فيها رغ يدخل فيها وإلا الصحفة غادي تضرب اشتركوا في القناة